هل سنتكلم عن تسريبات احداث الحلقة الثالثة من مسلسل فعلي ماضي واللي سيتم عرضها ان شاء الله يوم الخميس لان كل خميس بيتم عرض حلقتين من المسلسل تسريبات قوية جدا ومنشوف ان براك بيطلعت في وش هند وهند ساعتها بتكون مصدومة وخايفة كتير جدا وبتكون متوترة طوال الوقت وبعد كده بتكون لابسة اسود زي ما احنا شايفين في الصور وبعد كده بيشوفها براك وبيطلب منها ان هو يتكلم معاها ضروري جدا بتخاف منه وبيهددها فبتروح معاها وبيفكرها بالماضي وحفلات بيروت والسهرات الخاصة اللي كانت بتعملها هناك وانا ممكن يفضحها قدام الدكتور المحترم اللي هي متجوزها وطبعا التهديد كان قاوي جدا واكيد حيطلب منها حاجات علشان قادر تعملها او فلوس زي ما بيعمل كل مرة هند كانت خايفة جدا ومرعوبة وبتروح على البيت وبتلاقي جوزها سعود اللي بيقول لها الاخر كل ده وانا كنت باهرين عنك كتير وانتي ما كنتش بتردي ايه بالضبط اللي بيحصل وكان متنرفس جدا وعصبي وهي ما كانتش عارفة طبعا تقوله ايه بسبب التأخير بتاعها بدأت تتوتر الفترة دي وسعود ملاحظ تغيرها من ساعة مشافية مناير صحبتها في المستشفى عنده بتروح هند البوتيك بتاعها كالعادة وبتكون في واحدة هناك بتشتري الواحدة دي هي هتكون الفنان فاطمة الصفي ودي ايما بدور ضيفة شرف معانا في المسلسل ومن الواضح اللي هي تعرفها لانها كانت لسه هتسأل عن سعر العباية ومرة واحدة لما شافت هند اتصدمت على طول من الواضح كده ان في بينهم علاقة في الماضي مسلسل فعلي ماضي بالطولة بحمود بشهري وكمان شجون الهاجري وبقى من قلمة عن نجوم الكويت وكمان ضيوف شرف منضمين في المسلسل بيحكي المسلسل عن بطلتنا هند اللي اتجوزت من الدكتور سعود لانها كانت بتروح له على طول العيادة وكانت عايزة تعمل فيدر ويبوتبت دايما كان بيرفض وبيتم يعني الجواز بينهم وبيعيشهم مبسوطين وسعدة وعندهم طفلة صغيرة اسمها زينة لكن الحياة بتاعتهم دي مش بتستمر بالجمال ده لكن بيدخل في حياتها ماضي والماضي ده هو مناير وكمان اخوها براك اللي بيدخلوا حياتها وبيهددوها من ارقام مجهولة وبيهددوها كمان ان هما يفضحوها قدام جزها سعود سعود كمان مش سهل وبيروح وبيصر سهرات برضو خاصة وبالاضافة كمان انه هيكون في علاقة بين وبين دكتورة ريتاج واللي بتقدم دورها الفنانة اللبنانية زينة ميكي وبتجمعها قصة حب وخيانة لانها هتخون هند طبعا وحتاخد منها جزها وكمان سعود اكيد حيتجوز منها وحيعيشوا بعض اللحظات الرومانسية وحيغدع هند هند طبعا بتكون اصلا في مشكلها اللي مش بتخلص من اول ظهور مناير وكمان براك اخوها في حياتها وفي قطوط درامية كتير في المسلسل فحنشوف مناير وقصتها مع عيسى وكمان حنشوف براك وقصته مع نورة والبنات اللي بيبتزوهم وبيغدعهم باسم الحب علشان خاطر ياخد فلوس منهم ويبتزوهم بحجة انه هو حيفضحهم استنوا عرض حلقات من المسلسل وكتبوه رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة